عندي خبر هنا مهم جدا خبر متعلق بوزارة المالية يعني هناخد كده مجموعة اخبار اقتصادية بس مهمة جدا اخبار اقتصادية واخبار متعلقة بالكهرباء والغاز كمان عندنا اخبار دسمة شوية بس مهم في منتهى الاهمية هنبدأها بفكرة وقف التعامل بالشكات الورقية في الوزارات نهاية الشهر الجاري طيب السيد عمر الجرحي وزير المالية كشف عن منع التعامل بالشكات الورقية بالمؤسسات الحكومية بنهاية الشهر الجاري وانه تم ضم 61 الف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها وسيتم اتخاذ اجراءات بوقف حسابات الجهات التي لم ترد على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة وضح كمان وزير المالية المصري انه تمت مخطبة هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي لحصر كل الحسابات الموحدة خارج حساب الخزانة خارج حساب الخزانة العامة وفكرة ايضا انه ما يكنت ان الوزارة بدأت فيه اجراءات ما يكنت الموازنة العامة والحساب الختامي والاعتماد على الصرف الالكتروني انا هنا الحقيقة عندي نقاط مهمة جدا عايزة اتوجه باسئلة بشأنها عايزة اعرف ايه ما يكنت الشيكات وعايزة اعرف ازاي هنبدأ هل جراديولي ولا شاربلي يعني فجأة لما نقول ان احنا ابتداء من الشهر ده نهاية الشهر الجاري مفيش اي شيكات ورقية طيب يعني هل احنا بقلنا فترة ما مهيدين لده ولا ده قرار فجأة بانطبقه ايه تدعياته هل ليه اثار ايجابية على الخزانة العامة للدولة هل يفرق في جمع الاموال المستحقة لخزانة الدولة يعني عندي اسئلة كتير جدا نحية فراسي اعتقد حيكون معنا معنا يا شباب الالتصال طيب احنا هيكون معنا بعد قليل ان شاء الله اتصال هاتفي نستوضح فيه بعض الامور المتعلقة بالفكرة او قرار وزارة المالية بوقف التعامل بالشيكات الورقية في الوزارات نهاية الشهر الجاري لانه كمان عندي كان فيه اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب عمر غلاب لمراجعة قاعدة بيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة بحضور وزير المالية عمر الجرح واللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر وعرض النتائج النهائية وعرض رؤية وزارة المالية في كيفية تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة فده كمان حيخليني افتح اسئلة كتير ليه علاقة بالصناديق الخاصة وقواعد البيانات وعايز اسأل الحقيقة ليه فيه ناس بتشوف انه فكرة قواعد البيانات ما باشتغلش عليها بالشكل الصحيح وانها ممكن تكون غير دقيقة او ربما تشوب هذه العملية بعض الاخطاء الفنية يعني نتمنى ان شاء الله يبقى فيه اتصال هاتفي معنا ويوضح لنا هذه الامور